أسيس مجدي إحنا قلنا يعني مفهوم التلمزة معروف لأي شخص اللي بيدرس الخلفيات الحضرية ولسيما في الكتاب المقدس أو في المواقع الكتابية إحنا منعرف مثلا يحنى المعمدان كان عنده تلميذ بولوس تدرب عند رجلي جمال إيل وجمال إيل كان يعتبر الحفيد للمعلم الأكبر وهو هليل اللي ابتدى مدرسة هليل وهكذا معروف حتى في المجامع اليهودية اليوم لما منشوف الأثرات بتاعتها بتشوف حتى المقاعد وكيف الرباي بيقعد مع مجموعة من التلميذ شو المفهوم شو الفكرة هل في تشابه بين مفهوم التلمزة في العهد القديم للعهد الجديد هو الحقيقة هي بدأت مش من بولوس وغمال إيل ولا يوحنى المعمدان هو لو نبص إن مثلا واحد زي موسى اللي هو كان ابتدى يخرج الشعب من أرض مصر كان كل اللي في باله شخص اسمه يشوع طالع معاه بيتعلم منه إيلية كان عنده واحد اسمه إليشع كان تلميذه يعني تلميذه بالمفهوم بقى بتاع الكتاب يعني واحد خادم لمعلم خادم يعني موروش حاجة غير أنه يتمم قصد المعلم هاتلي دي حاضر كان على فكرة مثلا المسيح كان اختار نفس الناجة ده كان التلميذ يقدر يوافق على أنه المعلم يغير اسمه يعني المسيح لما اختار بطرس تلميذ قال له مش هتبقى اسمك بعد كده صفا هيكون اسمك بطرس غير اسمه يعني خادع لدرجة أني أنا بالكامل ليك تحت إيديك تسميني زي ما تسميني تشكيني زي ما تشكيني أنا ما عنديش حاجة غير أني أكون خادع موسى لما تلمز يشوع فجأة يشوع ده بقى هو قائد عظيم لكل شعب الرب استخدمه بأنه يدخل إلى أرض الموعد إيه ليه شعع لما تلمز على دين إليه أخذ اتنين من روح إليه وعمل أمور عظيمة جدا مع شعب الرب المسيح ده كان فكره اختار اتناشر ده صام أربعين يوم وقاعد وقاعد قدام القاب قبل ما يطلع يختار يعني بعد ما اعتمد من يحنى راح في البرية قاعد السيام وبعد ما خلت السيام كان كل على أفئي الناس بتفتكر أن السيام ده عشان الصليب لا السيام ده عشان يخلص من الفترة دي ينزل يشوف مين يشتغل معهم عشان يتم مقصد القاب عنده مهم عظيم إعداد الخير مين بقى اللي كان بيختار فيهم في الاربعين يوم دولت هم التلاميذ وأول ما نزل ما كانش ببزل مجهود يقول هلوم ورائي سيبيا متل في إيدك كل حاجة لغاية ما اختار 12 ليه بقى يقول ليكونوا معهم يكونوا معهم مش عشان يقعد لا عشان يبقوا قاعدين معاه أكلين شاربين معاه بيتحركوا معاه قالك للتعالب أو جرة ولا تيور السماء أو كار أما ابن الإنسان فليس له هاي ناس درأسه مش مقصد بيها إنه هو كان فاير ما حلتوش ساكن لا يعني كل يوم في مكان كل يوم في حتة كل يوم ومين اللي معاه التلميذ يعني ناس تجردوا فرغوا نفسهم من أي أولوية تاني بقوا مع سيدهم تلميذ يسوع معناها شخص يعني يباع كل حاجة عشان كده المسيح ابتدأ يحط مبادئ لمفاهيم التلمزة حط نظام تاني خالص مش واحد رايح مدرسة يتعلم من أستاذ عشان ينجح لا أو واحد عشان ياخد شهادة لا ده واحد عشان يتعلم من سيده كل اللي بيعمله عشان يبقى زي اشتركوا في القناة